وقع إطلاق نهر بعد ظهر يوم الثاني عشر في فندوق بكابل وعلى الفور وصل مراسلنا إلى محيط موقع الحادث وذكر أن الانفجار في الفندق سمر حوالي ساعة واحدة وقد أغلقت قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية المؤقتة منطقة الانفجار أقل المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة أن ثلاثة مهاجمين قتلوا وتم إنقاذ زبائن الفندق ولا توجد تقارير عن مقتل أي مواطن أجنبي في الهجوم